تظن انه هناك بعض من الفنانين حصلوا على نجومية وحصلوا على شعبية بس بسبب السوشيال ميديا؟ اكيد زي مين؟ زي محمد رمضان محمد رمضان اه طبعا ممثل كويس جدا لكن هو السوشيال ميديا استغلالها بشكل فضيع فاكتر حاجة اثرت في انتشاره بالاضافة فيه ممثلين كتير عندهم شعبية على السوشيال ميديا اكتر بكتير جدا من حضورهم الفني يعني مثلا يعني زي اغلب البنات الصغيرات انت تكتشف ان فيه بنت انا نفسي اكتشفت من احمد ابني طبعا يقول لي حاجات فاكتشف ان ديت لها معجبين بالملايين وانا تقريبا معرفهاش يعني وانا مخرج تعرفش اسمها حتى لا يعني حتى مش عارف اه يعني عارف شكلها شفتها مرة كده او حاجات ففيه وتكتشف انت تبص على بعض الارقام لبعض الناس عندها كم فولور يعني او متابع على الصفحة بتاعتها تلاقي عددها الى وانت لاتة كانت تعرف ده حتى في الاوساط الاخرى بس انا بتكلم في وسط الفنانين في ده بوضوح فطبعا ده خلاهم بدأ يتجه وبقى للمنصات والحاجات دي وساعات اولاد يبقوا مشاهير جدا حتى على مستوى على فكرة بيعملوا حاجات اخراج يعني بيعملوا تيك توك وحاجات ذا كده وفيه عيال بتعيش على الفلوس اللي جاية لهم من المشاهدة كتير جدا ده ده معناه انه متابعينه بالملايين عشان يقدر يعيش بالحاجات دي فطبعا دي انا رأيي انه طبعا فيها شيء ما لازم عشان الناس دي كلها تروحها لكن ما يتقليش انه حقيقي اوه طيب بما انه حادتك ذكرت انه الترند السوشال ميديا لعبت دور مهم جدا مع محمد رمضان تقييمك لمحمد رمضان كممثل ممثل كويس يعني انا رأيك فيه كطاق التمثيل اه كويس لكن هو ساعات للأسف يعني الشخصية والطريقة اللي انت بتصيغ بيها موهبتك بتوديك في سكنك خلط خالص زي ايه زي مثلا ابراهيم سعيد مثلا لاعيب كرة عظيم جدا شخصيته خلت كريره بقى قليل جدا محمد زيدان فعلى مستوى الكرة هتلاقي ناس كتير قوي يفهموك الحكاية ان ان انت الشخصية بتمنعك يعني انا رأيي ان مثلا حسام حسن مدارب كويس قوي وكان لعيب كويس قوي برضو شخصيته وعصبيته ونرجسيته وديته في سكة ما خلتوش ياخد نفس نصف ما استحقه من موهبة فمحمد رمضان كده على فكرة بيعمل ايه رمضان؟ ان هو ملخوم بشهرته ملخوم بانه يبقى نمرأ واحد ملخوم بانه يبقى عظيم ملخوم بانه يبقى غني يعني ملخوم بحاجات مالهاش علاقة بالفن يعني انت الفنانيون بتوع زمان كان بيروح يدور على المواضيع ويدور على المخرج ويدور على السيناريست وده بيستقرب لانه هو بالنسباله اللي انت بتقول عليه الترند ان هو اهم حاجة انه يبقى ترند ومحاجة يعني فيه اصدقاء ليه مش برضو مش عايز تسمى اسماء كانوا دايما عندهم مشكلة في انه عايز يبقى ترند يا عم اقول له يا عم الحاجة ما انت ما تقرنش نفسك بمحمد رمضان انت فيه ناس بتحبك لشخصيتك لوجودك لادائك لحضورك لموهبتك اقل طبعا يعني الكلام بتاع علي بن عبي طالب لا تخشى سلوك طريق الحق لقلة سالكية فما بالك ان انت سالكينك كتار يعني بمعنى ان انت يعني الفكرة العدد دي ما هيش الفكرة بتاعت اي حد يعني اكيد في وقت ملوقات كان مثلا عدوية اشهر من عب حليم اه انا محدش قال ان عدوية اهم من عب حليم يعني وكذلك فيه ناس يعني كان برضو ساعت انوار واجدي كان اكثر شعبية من زاكر اسطم مثلا انا محدش يقول ان انوار واجدي ممثل احسن من زاكر اسطم يعني وهكذا فالحكاية انك انت بتحاول تلاقي توازل وتنسى موضوع التريند ده يعني انا مرة برضو ممثلة مهمة اول سألتني يعني انا اعمل ايه قلت لها اول حاجة انس انك حلوة مين يعني اه هي بالوقت فعلا اعتزلت تماما وراحت اتجوزت واحد سعودي وعاشت في حياتها يعني بمعنى ان هي في الاخر انت انسى فكرة انسى المظهر اه انسى انك حلوة عشان تمثلها ما انت لو مشغول بنفسك وبجسمك وبشكلك وبفلوسك كان دايما عبدالوهاب يقول ايه يعني اشتغل على نفسك وعلى موهبتك وعلى لحنك وبعد كده هتيجي بقى العربيات والستات وكل حاجة كان دايما بيقوله كده يعني انت انشغل الاول بشغل نفسه باساسياته بموهبتك الحقيقة فانت لما تعد تعمل المواضيع تفهى يعني ده كلام لا محمد رمضان تعملت المواضيع تفهى واكشن عبيت وحاجات متكررة وحاجات اه ممكن يجيلك فلوس كتير اوي ممكن يحبوك ستات يعني كتير اوي بس ده ملوش علاقة بوجودك وبقاءك واحساسك انك انت بتشبع موهبة وانا بقولك الاكيد انه عنده موهبة انا اقولك مثلا واحد تاني محمد سعد عنده موهبة كبيرة جدا جدا ممثل كواس اوي لكن انت برضو لما تقعد طول الوقت تبقى في عايشت في شخصية واحدة او ماشي في الحكاية بطريقة مفردة كده عمرك ما هتعمل تنويع ولا ولا تشفي غليل موهبتك يعني الموهبة دي هت حكاية كبيرة والحقيقة انه قليلين على مستوى الفنانين انتكلم على الفنانين يعني قليلين اللي عارفوا الحكاية دي يعني زي مين اللي عارف انه هو يشتغل على موهبته يعني قليلين انا مسلا رأيي واحد زي نور الشريف كان عائل جدا جدا في معرفة هو طقته قد ايه ويشتغل ازاي ومع مين وزاي يعني فكان يشتغل مع مخرجين الاول مرة كتير جدا عملها ويدور على مواضيع وتستهويه حاجات وتردد على معارض فن تشكيلي عشان يقوز ويعملها حميدة دلوقتي ويشوف ويصاحب ويقرأ كتب لنجيب محفوظ وليوسف ادريس وليوسف السباح ويعتبط بصدقات مع الكتاب والمثقفين والمفكرين بزات لان دول هم مصدر اغنائك الروحي عشان انت وعاء لازم يتملي بحاجات روحية عشان تطلع قدام الشاشة انت لو طول النهار يومك انك انت تقعد تلعب مع قطة ولا مع نمر ولا مش عارف مع ايه طيب وفي الاخر حيطلع ايه ما هو انت يعني المخزون بينبط ضب انت عندك شوية حاجات من الشعبيات موجودة لكن كل شوية حينضب مخزونك ده فهتيجي قدام الشاشة مش هتلاقي حاجة تلحها يعني ده الحكاية ان انت شاغل نفسك بعوالم لا تغنيك روحيا احمد زاكي كان عنده بقى توازن توازن هايل جدا يعني كان رغم ان طبعا هو برضو ضيع فرص كتيرة مهمة ويعني مفيش مجال ان احنا نحكيها لكن احمد كان يعمل ده ويعمل ده يعني يشتغل على الحاجات اللي هو يعلم تماما ان دي فنية وهتعيش ويشتغل على حاجات اه عشان كان برضو هو شوية مشغول بانه يبقى نمر واحد كان عنده لانشغال ده على الاقل اه يعني ايه عنده هو مشكلة كان اول حياته مشكلة التجاهل فكان عايز عايز اعتراف انه نمر واحد يعني طبعا هو ده اللي خلاه ما اشتغلش مع عهد الامام ما اشتغلش مع حمود عبد عزيز يعني هو كان اما انا بقى نمر واحد على الافيش اما بلاش طبعا انا كنت بقوله ان ده كلام في الاخر مع الدنيا بعد ما كلنا نروح ما حدش هيحسب كده هيحسبه انت عملت ايه في الفيلم